مشعر ميناء أو مدينة الخيام البيضاء تستقبل حجاج بيت الله الحرام سنويا تتركز فيها الخدمات الحكومية لتسهيل المناسك على الحجاج علما أنها مدينة لا تسكن إلا أيام الحج يقع مشعر ميناء بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام وهو مشعر داخل حدود الحرام يحده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محصر تبلغ مساحة مشعر ميناء نحو سبعة عشر كيلومتر مربع يعتبر مشعر ميناء أكبر مدينة خيام في العالم وقيمة الخيام على مساحة اثنين فاصلة خمسة كيلومتر مربع جهزت الحكومة السعودية هنا عشرات ألف الخيام المكيفة لاستقبال أكثر من مليونين ونصف المليون حاج سنويا يقضي الحاج بميناء يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة قبل الانطلاق إلى عرفة يعود الحجاج إلى ميناء صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم على صعيد عرفات ومبيتهم في مستلفة يقضون فيها أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات ولسلامة الحجاج تصنع الخيام في ميناء من أنسجة زجاجية مغطاة بمادة مقاومة للإشتعال يعد مشعر منا ذا مكانة تاريخية ودينية به رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدي إسماعيل عليه السلام ثم أكد النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الفعل في حجة الودع